هذا وأكد مجلس جامعة الدول العربية ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والتعامل مع الأزمة الحالية باعتبارها شأنا داخليا سودانيا كما قرر المجلس تشكيل مجموعة اتصال عربية وزرية من كل من مصر والسعودية والأمين العام تتولى التواصل مع الأطراف السودانية والدول المؤثرة بهدف التواصل لتسوية الأزمة إضافة إلى بذل المساعي من أجل الوصول إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار